إذا ما قررنا شركة فاكبر في حزب الله اللبناني أو شبكة شبكة حزب الله الموجودة ليست فقط في لبنان بل أيضا في دول أخرى أو شبكة الميليشيات الإيرانية يمكن القول هناك طبعا اختلاف حيث قوات فاكبر هي ليس لها عقيدة معينة ليس لها إيديولوجيا معينة نعم هناك قوين الروس الذين لديهم عقيدة معينة أو فكر معينة ولكن هناك جزء من ذهب لقوات فاكبر من أجل مال من أجل مصالح معينة من أجل أن يحصل على مبالغ عالية ورواتب عالية هذه الرواتب هي أعلى بكثير من رواتب المواطنين الروس العاديين في مدن مختلفة في روسيا ما يقارب 260 ألف روبل وهو مبلغ عالي جدا للمواطن الروسي العادي أو حتى جندي سابق متقاعد لذلك رأينا بعض المتقاعدين مجموعة حزب الله أو تابعة لحسن نصر الله هي مجموعة تختلف كثيرا عن قوات فاكبر ولكن الأساس هو واحد هي شبكة متواجدة في عدة دول هي شبكة مالية قبل أن تكون شبكة أمنية أو عسكرية شركة فاكبر لها تواجد في عدة دول تعمل في مناجم الدهب وحقول النفط تؤمن حقول النفط ومناجم الدهب تعمل على ضمان وسلامة السلطات أو حكومات المحلية في دول عربية عدة هناك كان التفاهم بين حليفة حفتر وقواتي فاكنر في القتال ضد الحكومة رسميا معترب بها دوليا في ليبيا وأيضا هناك في السودان حيث كان هناك تفاهم بين الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير وقواتي فاكنر في إفغيني بريغوجين أيضا في سوريا أحد هناك تفاهم بين السلطة ونظام السوري شركة أثرت وغيرت كثير من الأمور في الداخل الروسي بعد تمرت إفغيني بريغوجين وقواته على القيادة العسكرية الروسية وسيطرته على مدينة رستوف ندانو وفارونيش بدأت تغير كثير من الأمور في الداخل الروسي بعد هذا التمرت رأينا تصريحات مختلفة لدول عربية بأنها ترى بأن إفغيني بريغوجين قد يستلم وغير السلطة في الداخل الروسي ولم يحدث ذلك رأينا بأن يتم التخلص من شركة فاكنر في الداخل الروسي بعد التمرت تمرت فاكنر غير من الوضع في الداخل الروسي حيث نذكر في السابق الرئيس الروسي فلاديم الروسي كان دائما يتحدث عن الاستقرار بأن في ظل بقائه في السلطة النظام السياسي سوف يكون مستقر النظام السياسي سوف يحافظ على أمن وسلامة المواطنين الروس ولكن هذا الاستقرار هدده إفغيني بريغوجين وقواته